ده من حيثة ايه ان ايه مش 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 عقلا ما تنفعش فالحسد ده مقباكي زي ما قلت لك هو الصحابي ايه اغمع ليه فجأة هو ما حصلوش حاجة لا كان عيان ولا كان اي مشكلة طيب انا واحد بصلي بقر قرآني بقول اذكاري هنا بيظهر الحسد معي ودي علامة مشهورة متواترة افضل عن جد عن جد تمام اللي هي التثاؤب التثاؤب كتير اه التثاؤب الكتير بس دايما الدكاتة اللي بيزعانهم في الحتة دي لا احنا بيقول التثاؤب اللي هو دايما مع الذكر مع القرآن مع الرقية ومع الحاجة اللي انا محسود فيها يعني مثلا الولادة اللي بتوع قوليه الطب دايما معرفون بالحسد على فكرة دايما بيقولش الطب ده دايما بيقول سبحان الله متفوق ومؤدد السادة المشاهدين الوقت هيستغربة يفتح الكتاب يقولك صداع يمسك دماغي وتقل جريد وافضل التاوب لغاية لما نام اول مقفل الكتابة فوق دي من علامات الحسد من علامات الحسد انه مع القرآن والذكر كثرة التعرق لما يجي يسكر ربانه يفضل يعرق كتير العرض ده انا ما كنتش مقتنع بيه لفترة قريبة لغاية لما شاهدته في اكثر من مئة حالة ان انت لما تيجي ترقيه يفضل يعرق في جو بارد سواء في مكيف اثناء الصيف او في شتا انا كنت برق في مرة صديق يعني اعلامي والله كإن فتح حنفية فوق راسه وكنا في شهر 11 يعني جو بارد وكويس وتمام ومكان ما كانش سوخي فمن العلامات الظاهرة جدا انه بيعرق كثرة العرق مع القرآن والصلاة والذكر احنا قلنا التثاؤب بس التثاؤب منه كمان درجات اشدهم المكتوم يعني لما اجا اصلي ارى قرآن اجا التاؤب مش عارفة التاؤب مكتومة كنت باخد تنهي ده كده ده غير البنك اتاك طبعا عشان ده كنت بس بس عقية قبل الدكتور ما يفكر فيها عايزة التاؤب ومش عارفة التاؤب سخونية حرارة في عضو مش طبيعية او في الجسم كله مش طبيعي طبعا قلنا تالت حاجة التعرق دي الاعراض حضرتك دي الاعراض طيب انا انا بحس بقى بكل ده فضلت الشيخ يعني اول حاجة ممكن اعملها ايه اول انا عادة في البيت انا لا عايزة اروح مثلا برضو ما بسكش في حد قوي لا ما تروحيش لشيوخ اه معنا اتفقنا على كده من زمانده وستاذ الشريف ما تروحيش لشيوخ لا الاصل ان انا ارقي نفسي ارقي اولادي كان مثلا يرقي الحسن والحسين كان مثلا يرقي حتى كان يرقي نفسه كان اذا اشتاكى صلى الله سلم جمع كفيه ثم ضمهم على فمه الشريف ثم يقرأ اقول له اولا احد اقول اعوذ بالفلق اقول اعوذ رب الناس يدفل ويمسح ما اقبل من جسدي تقول عايشة رضي الله عنها كان يستشفي بهم يعني كان بيطلب الشفاء بهذه الطريقة فالاصل ان انا ارقي اولادي ارقي نفسي تمام طيب اعملي المعوذتين كان بسلم يستعيذ في الحديث كان بسلم يستعيذ من الجان ومن عين الانسان يستعيذ يعني بيستعيذ بحاجات كتير فلما نزلت المعوذتين اخذ بهم وطرك ما سوهما خلاص كافونا الحمد لله رب العمين وفي حديث اخر ما تعوذ المتعوذون بمثلهما يعني افضل حاجة تعوذ نفسك بهم هم قول اعوذ رب الفلق وقول اعوذ رب الناس القرآن كله خير لكن نفس الان هو اللي خصصها مش عمر الليسي دول سلاح للمؤمن سلاح ووقايا ودرع وحماية وشفاء من كل ده المعوذتين حضرين بتقولي قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلاص انتهت القصة من شر حسني اذا حسن وخصصها فيها ده الحسن ده شر شر كبير جدا هو التخصيص يا زيزة الشرين العموم بعد تخصيص دليل على فيه اهمية قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق طيب انا استعزت من كل الشرور لا وخصص لك اعظمهم ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسن فالثلاثة دول اخطر حاجة وذكر طبعا ختم بايه ومن شر حاسد اذا حسن فالحماية والوقايا المعوذتين طيب انا مريض انا يبقى الحماية الاول الوقايا خير من اعلاج المعوذتين الصلاة طبعا احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده التجاه اصلا مؤمن لي اهم حاجة الصلاة واشهد انه لاي اله الا الله اركان الاسلام الخمس يعني ممكن واحد فعلا مريض ما يصومش ممكن واحد ما يدرش حاجة بس اهم حاجة فعلا الصلاة واشهد انه لاي اله الا الله وبرضو حضرتك الحسد نحاول بقدر الامكان نكون طيبين مع بعض وكل حاجة وما نحسدش نرضى بامر الواقع